ممكن حقيقة كان موسم جامد جداً كانت منافسات قوية جداً في الدورة الإنجليزية تحديداً لو هنركز معاه ويمكن إحنا كنا في البداية برضو خايفين محمد صلاح أنه هو يعني يفقد لقب الهداف وجايزة طبعاً الحزاء الذهبي لكن نقدر نقول الحمد لله يعني رغم أن ليفر بول مش هو اللي فاز لكن صلاح قدر أنه هو يفوز ويسجل مبارح وكمان طبعاً المنافس الشهير لي على اللقب يعني الصعون اللي سجل هدفين مع تاتن هام عشان يتقسموا هنا كريم بقى اللقب والجايزة بالرصيد تحديداً 23 هدف لكل منهم كمان حصل صلاح لقب أفضل صانع ألعاب في الدورة بعد صناعته ليه 12 يعني هدف أو عفواً 13 هدف والحقيقة كمان نقدر نقول اللي بيعمله صلاح ده يا جماعة مش إنجاز عادي يعني بجد صعب أنه هو يتقرر من أي لاعب تاني من التكلم عربي أو أفريقي تحديداً اللقب ده يعني فكرة رقم 3 في تاريخ صلاح ده أعتقد حاجة كبيرة جداً وإنجاز يعني وإنجاز ممكن أنه يقرر بس هو حاجة تسعيدة جداً حاجة المفروض أنت تكون فخور بيها جداً فشيء محترم ومش فكرة بس هنا إحنا السعداء بي أو فخورين بي إحنا دلوقتي حنستعدد محضراتكو خلال دي يعني الناس قالت إيه على تويتر على السوشيال ميديا السحف الإنجليزية كيف تحدثت عن محمد صلاح حاجة فعلاً مشرفة أنت من شوية مش عايف كنت كنا منتكلم على إيه فأنت قعدت تتكلمي شوية حلوين كده عن الإصرار والعزيمة وإلى أي درجة الواحد لما بيتمسك بالحلم أنت بتتكلمي أنا شايف قدامي صورة محمد صلاح ينطبق عليه كل حرف أنت بنتفي معك كريم وكل واحد بقى يتطبق ده في شغله وفي حياته ويعني في كل مجالات حياتك أنت لو عندك إصرار هتلاقي نفسك بتوصل يعني ما أي حد في بداية شغله إحنا في بداية شغلنا يعني شوف أنت كان بدايتك إزاي أنا بدايتك كان دراعي اللي بيطلع الواحد بيجتهد الواحد بيسعى الواحد فعلاً بيروح وبيعلم نفسه بره حتى الشغل بتقعد تاخد كرصات بتعمل حاجات أنت لو عندك حلم لازم هتوصل له ولسه ولسه فده في الأول وفي الأخير ربنا بقى بيوفقك على أساسه لما ربنا بيلاقي البني آدم بيسعى بيوفقك على أساسه محمد صراح قصة نجاحه وقت زيه طبعاً كتير محمد صراح زي من محافظة متواضعة ومجال متواضعة زي ما حضرتكو عارفين أنا نشيقول حاجة جديدة بس أنا بدي مثل وبعدين أصبح واحد من أشهر نجوم كرة القدم في العالم واحد تاني ما كان ممكن يقول لك ياه هو أنا أوصل لده ازاي مش حاجة اسمها كده اسعى وسيب الباية على ربنا ده اللي أنا عرفه وده اللي احنا بنشوفه وده اللي احنا بنحسه مع ربنا لأ حاجة محترمة يمكن نبارح كلنا يعني كلنا واقصت بيها مش المصريين المصريين والعرب وكتير كمان من الناس يعني في القارة كلهم كانوا حاسين فعلاً بفخر كبير جداً وبسعادة غامرة يمكن الحاجة الوحيدة اللي عكنينت شوية السعادة دي هي أن محمد صلاح نفسه وهو بيستلم الجايزة كان إلى حد الجيل متجهم لأنه طبعاً أكيد حزين على فقدان لقب الدولي يمكن حزنه على فقدان اللقب الدولي كان أكبر بكتير بشكل واضح يعني من فرحته بالجوازة اللي حصل عليها في كل الأحوال احنا بنتكلم على شخص ملهم بكل ما تحمله الكلمة من معنى وبالمناسبة أعتقد كمان أن نجاح محمد صلاح في أنه يفوز بالحداء الدهبي أكيد ده حيرفع من أسهمه يفوز بالكرة الدهبية وده طبعاً حاجة تساعدنا كلنا يمكن أكتر من موصلة شخصية لكن عشان ده يحصل أكيد مطلوب أن هم يفوزوا باللقب دولي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في موقعة يوم السبت القادم إن شاء الله واللي كلنا بندعيله عشان ربنا يكرمه في هذا اللقاء عجبني كمان جداً يعني لقطة محمد صلاح مع زوجته وبناته في ملعب أنفيد لما نزله عشان ياخدوا مجموعة من صورة تسكرية مع الجماهير وكمان الصورة الحضرية اللي ظهر بها الحقيقة كل لعيبة الدوري الإنجليزي في كل المباريات بعد نهاية الموسم يعني حاجة محترمة جداً وشيء كده في رقي بشكل كبير